اظن كلنا نحب انو الالعاب تكون صعبة شوي عشان نحس بنوع من التحدي وبعدين بس نفوز اللعبة نحس انو سوينا انجاز رهيب بس بعض الالعاب زودوها شوي بصعوبة العابهم يعني صعوبة اللي عندهم ما هي صعوبة اللي تحسسك بتحدي او انجاز لا صعوبة اللي اتحداك اذا كنت رجال خدم لعبتنا فهذا موضوع فيديو اليوم رح نتكلم عن اصعب عشر العاب بالتاريخ بس حابا نوح انو اخترت الصعوبة على مستوى اللعبة كلها يعني اللعبة كلها من بدايتها لنهايتها صعبة للممكن حد يقول طيب في مهمة باللعبة الفلانية جدا صعبة ما ليه علاقة فيها بهالفيديو قاعد اتكلم عن اللعبة كلها مو مهمة او وحش معين جوا لعبة فايه يلا خلنا نبدأ قبل لنبدأ بس حابا نوح انو فيه جيفووي شهري على سماعة الجايمينج سانهايزر جي اس بي ستنيو سبعين فاذا حابت تدخل بالفرصة للفوت على السماعة كلها عليك تسويه ادعى الفيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك اي تعليق مع وصيد التواصل فيه معاك هذا الفيديو برعاية متجر جين تو شوب واللي معروفين بانهم اكبر متجر لمستلزمات الموبايل وحاليا عندهم عرضين جدا رهيبين ما يتفوتوا الصراحة اول عرض بيعطيك فيه سلكين ايفون بكواليتي جدا عالي مع حقيبة فيها كل انواع الباوربانك او الشواحن المحمولة لموكم تحتاجها شاحن بعشرين الف ميلي امبير شاحن بعشر تلاف ميلي امبير وشاحن ثاني بعشر تلاف ميلي امبير بس شاحن ويرلس وفيناك تلزقى على الموبايل من ورا واخيرا شاحن توصله بالحيط مع شاحن محمول مع سماعات سبيكا كل هالاشياء كانت بـ 1153 وصارت بـ 399 ريال سعودي مع ضمان سنتين والعرض الثاني فيه شاحن فيناك توصله بالكهرباء ويتحول الى شاحن محمول ويتحول الى شاحن ويرلس والشيء الثاني بنفس العرض هو هالاختراع اللي جدا عاجبني الصراحة واللي هو عبارة عن ضوء فيه شاشة بتعطيك الوقت والتاريخ ودرجة حرارة الغرفة وفيه شاحن بكابل عادي وشاحن ويرلس هالضوء مع الشاحن اللي شفتو منه شوي سعرهم 299 ريال سعودي متجر جينتوشوب متوفر بالإمارات السعودية لكويت والبحرين الشيء كل وصل عشان تعرف عنهمات اكتر ويلا خلنا نبدأ بالفيديو بالمرتبة العاشرة عنا لعبة سوبر ميت بوي او بالعربي رجل اللحمة الخارق لعبة سوبر ميت بوي هي لعبة 2D بلاتفورمر من مطور مستقل نزلت عام 2010 ونزلت السنة الماضية بنسخة محسنة موجودة على كل المنصات حتى على الموبايل فكرة اللعبة بكل بساطة هو انك انت قاعد تلعب بقطعة لحمة وتبي تأنقذ صديقتك اللي هي كمان قطعة لحمة بس بالطريق رح تواجه اشياء رح تحاول اتقطعك نفس المنشارات الموجودة بكل مكان ورح تواجه اشياء منكم الدوبك نفس الملح هاي فكرة اللعبة بكل بساطة بس جدا جدا صعب يعني فيه كثير من المراحل اللي الارض كلها ملح فالارض كلها تدوبك ما فيه الا اماكن معينة فينك تروع عليها عشان ما تدوب وهال اماكن فيها منشار يعني اللعبين اللي اللعبوا اللعبة وختموها قالوا انه ما تقدر تاخد نفسك وانت قاعد تلعب من كثير الصعوبة يعني لازم تكونوا مركزة بشكل جدا كبير لانه اللعبة كل ما تتقدم فيها كل ما لح تلاحظ انه المراحل عم تصير اصعب واصعب مثل ما شايفين حاليا الفيديو واضح من الفيديو مستوى الصعوبة اللي موجودة فيها اللعبة بالمرتبة التاسعة عنا لعبة Devil May Cry 3 اظن معظمكم بيعرف سلسلة Devil May Cry المشهورة والغنية عن التاريخ فالجزء الثالث من هاللعبة اللي هو Devil May Cry 3 اللي نزل عام 2005 على البلاي ستيشن 2 كان جدا صعب لا فعليا جدا جدا صعب لدرجة انه معظم اللاعبين ما قدروا يكتلوا او يعدوا الوحش الاول في اللعبة لدرجة انه الشركة المصنعة للعبة اللي هي كابكم اضطرت انها تنزل نسخة جديدة على السوق وبهالنسخة مخففين فيها الصعوبة طبعا هالكلام كان بعام 2005 على البلاي ستيشن 2 وقتها ما كان فيه شي اسمه انك توصل الجهاز بالنت وشركة تسوي update فاضطروا انهم ينزلوا نسخة جديدة من نفس اللعبة بس مستوى الصعوبة فيها اسهل شوي لانه فعالين الناس مقادرين يعدوا اول وحش باللعبة وطبعا كان سعرها ارخص لانه يعني الناس يشتكوا شو رح نشتري اللعبة مرتين بقيه لعبة devil make cry الجزء الثالث النسخة الاولى قبل ما يحسنوها ويخففوا الصعوبة تعتبر من اصعب الالعاب بالتاريخ بالمرتبة الثامنة لعبة سوبر ماريو بروز the lost level مرة ثانية اظن كلكم بيعرف سلسلة سوبر ماريو الغنية عن التعريف واللعبة اللي قاعدين تكلم عنها هي سوبر ماريو بروز the lost level اللي تعتبر ثاني لعبة سوبر ماريو بسلسلة نزلت عام 1986 اللعبة كانت صعبة بغضاء مو الصعوبة والله لتحتاج منك مهارة او ردة فعل لا الصعوبة اللي هي رح تموت بكل احوال لعبة سوبر ماريو الكل بيعرفها بيطلع قدامك فخ او شي معين بيكتلك فهي اللعبة كان دايما فيها افخاخ مخفية فيها قفزات جدا صعبة وفيه مثلا انك تخلص مرحلة صعبة وتروح مكان ثاني على طول اول ما تفوت المكان الجديد يطلع بوجهك شي ويكتلك فالصعوبة اللي هي لازم تلعب اللعبة تعرف اماكن الافخاخ كلها والاشياء الصعبة بعدين ترجع تلعبها وانت حافظ يعني الصعوبة الغبية وهي ثاني لعبة بسلسلة سوبر ماريو بعدها نزل عشرات الاجزاء فاضن الشركة وقتها بالجزء الاول حطوا كل افكارهم على الجزء الثاني كان بعد سنة لسه ما كان عندهم افكار جديدة فقرروا يعملوها جدا صعبة ونزلوها طبعا هاي اللعبة نزلت باليابان فقط بعدين نفس اللعبة نزلت بامريكا وباقي العالم لما نزلوها بامريكا وباقي العالم خففوا الصعوبة بشكل جدا كبير لانه عرفوا انه كانوا مبالغين بالصعوبة فيها بالمرتبة السابعة لعبة الانه بخير اظن مر عليق قبل هالمرة فيديو لأحد اليوتيوبر وهو قاعد يلعب هاللعبة وينجن منها فكرة اللعبة بكل بساطة انه في شخص قاعد جوا قدر او وعاء كبير ومعاه مطرقة بايده وعب يحاول يتسلق جبل ليش مدري لا تسأل واللعبة جدا صعبة وتنرفز وتحتاج تركيز وتوازن جدا عالي وأكثر شيء يقهر باللعبة هو أنه ما فيها شيك بوينت أو نقاط حفظ يعني لو قعدت تتسلق وتتسلق ووسطت للنهاية وبعدين سويت غلط بسيط عادي شخصيتك يوقع ويرجع لبداية اللعبة ويروح كل شغلك على الفاضي وأظن فيه كتير يوتيوبر صار معهم هالموقف وفعليا نجنوا من وراها اللعبة لعبة Getting Over It مع نظام الحركة الغريبة اللي فيها تعتبر من أكثر الألعاب صعوبة في العالم بالمرتبة السادسة عنا لعبة The Witness لعبة The Witness يا أما هتكون أسهل لعبة لعبتها في حياتك أو على الأكثر من أصعب الألعاب اللي رح تلعبها في حياتك فكرة لعبة بكل بساطة أنك أنت بجزيرة بعالم مفتوح فينك تتحرك فيها على راحتك وعندك 500 لغز أو بازل جوال جزيرة لازم تحلهم عشان تفوز اللعبة ما بتعطيك أي مساعدة مباشرة عشان تحل الألغاز أو الأحجيات لازم تكون مركز باللعبة مركز بالمكان اللي أنت فيه أو مركز بشيء شفتا قبل عشان تعرف تحل كل لغز وعندك 500 لغز عشان تحل هاللعبة معظم الناس اللي ختموا اللعبة قالوا أنه مستوى الايكيو أو مستوى الذكاء عندهم ارتفع بعد ما ختموا هاللعبة وفعلا هالشي صحيح وفيه عدد جدا كبير من الناس بدأ باللعبة وما قدر يكملها لأنه مثل ما قلت اللعبة ما بتعطيك أي مساعدة مباشرة عشان تحل الغاز لازم يكون عندك زكاء وشدة ملاحظة قوية عشان تحل الغاز كلها وتختم اللعبة واللعبة تحتاج متوسط 70 ساعة عشان تختمها فلعبة ذويتنس يأما رح تكون من أسهل ألعاب بالنسبة إلك لو أنت إنسان عبقري أو على الأكتر رح تكون من أصعب الألعاب اللي رح تلعبها في حياتك بالمرتبة الخامسة عندنا لعبة سلست لعبة سلست لعبة 2D بلاتفورمر جدا شبيهة بلعبة سوبر ميت بوي بالمرتبة العاشرة ولعبة سوبر ماريو بس أصعب منهم بألف مرة وكل صراحة ما عندي كتير كلام أتكلم عن اللعبة مثلما شايفين الجيم بلي قدامكم لعبة 2D بلاتفورمر يعني تتحكم بشخصية ولازم تعدي مراحل وتروح من مكان إلى مكان بس اللعبة جدا صعبة فيها كتير عوائق وتحديات رح تخليك تعيد بعد المراحل عشرات المرات عشان تعديها وتفوز بالمرتبة الرابعة ما نقدر نتكلم عن الصعوبة في الألعاب وما نجيب سيرة ألعاب السولز أو المعروفة بدارك سول وأصعب لعبة بسسلة السولز هي أول لعبة ديمون سولز ألعاب دارك سولز كلها صعبة بس أول جزء بالسلسلة اللي هو ديمون سولز معروف أنه أصعب جزء واللعبة نزلت عام 2009 على الجهاز البلاي سيشن 3 وعملوا لها ريماسترد السنة الماضية ونزلت على جهاز البلاي سيشن 5 فكرة اللعبة بكل بساطة أنك أنت جندي معك سيف ودرع بعالم كل وحوش وتنانين ففي وحوش باللعبة جدا صعبة رح تقضي ساعات وإذا تحاول تتغلب عليهم في كتير أفخاخ بتكتلك على طول من أول ضربة في كتير أماكن بيهجموا عليك كتير وحوش يعني بكل اختصار اللعبة صعبة وتعريف اللعبين لهاللعبة اللي شفت على موقع ردد اللي هو لو تبي تعاقب نفسك أو لو تكره نفسك فوت وإلعب اللعبة وحاول ختمها من كتر ما هي صعبة بالمرتبة الثالثة عنا لعبة إكوروكا لعبة إكوروكا نزلت عام 2001 على أجهزة الأركيد باليابان بعدين نزلت على أجهزة الألعاب البلاي ستيشن والبي سي والإكس بوكس وحاليا في نسخة محسنة على البلاي ستيشن فور والموبايلات وكل أجهزة تقريبا ومن أول ما نزلت عام 2001 لحديت عام 2017 عدد كبير من الناس تعتبر لعبة إكوروكا هي أصعب لعبة بالعالم فكرة اللعبة جدا بسيطة أنت عم تلعب بسفينة فضائية وعم تقاتل سفن أخرى وحوش وعب يجي عليك عدد جدا كبير من الطلقات وإشعاعات الليزر ولازم تتفاداها الطلق والليزر اللي جاي عليك لونه يا أما أبيض أو أسود وأنت تقدر تغير لون السفينة بأي وقت بين الأبيض والأسود فلو كانت لون سفينتك سودة راح تتفادى الطلقات السودة ما راح تأثر عليك لو كانت لون السفينة بيضة راح تتفادى الطلقات البيضة وهذه الطريقة الوحيدة اللي فينك تتفادى فيها الطلق لأن الطلق دائما جاي عليك ما فينك والله تقول أوه طلقة جاي علي خلني أروح على اليمين لا بتروح على اليمين في طلقة ثانية على اليمين تروح على اليسار في طلقة ثانية على اليسار فلازم بكل شوي تضل تغير لون السفينة على حسب الطلقات اللي جاي عليك هاي فكرة اللعبة بكل بساطة وجدا جدا مخلي اللعبة صعبة وأظن ما في داعي أشرح واضح من الجيم بلاي قدامكم كمية الضغط والطلقات اللي عم تجعل اللعب بالمرتبة الثانية عنا لعبة كابهت من شوي قلت لكم انه الناس كانوا معتبرين لعبة ايكو روغا هي اصعب لعبة بالعالم لحديد عام 2017 ليش عام 2017 بالتحديد؟ لأنه بهالعام نزلت لعبة كابهت لعبة كابهت شكلها جدا رائع اللي هو ستايل افلام كرتون القديم اللي كان بالثلاثينات وموسيقى اللعبة جدا رائعة بس لا يغرق هالشي اللعبة صعبة زيادة عن اللزوم فكرة اللعبة بكل بساطة انك عم تلعب بالشخصية ضد وحوش ولازم تكتلهم شخصيتك بيطلق بايدها او احيانا بيكون عندها مركبة مثل طيارة طيب وين الصعب بالموضوع؟ الصعب هو الوحوش نفسها الوحوش دائما بيهجموا عليك بطرق متعددة ومتنوعة وما بتتخيلها فاللعبة بكل بساطة تحتاج ردة فعل جدا سريعة حتى لو حافظ حركات الوحش حتى لو شفت على اليوتيوب كيف الوحش بضرب ومتى راح يضرب حتى مع كذا ما رح تقدر تعديها ورح تعاني عشان تعرفوا قديش اللعبة صعبة بس كمان جدا ممتعة معظم الناس اللي ختموها قالوا انها من افضل العاب اللي لعبوها بحياتهم بالمرتبة الاولى عنا لعبة ساكيرو شادو دايت وايس هاي اللعبة من تطوير شركة فورم سافتوير نفسهم اللي يسووا العاب دارك سولز ولعبة ديمون سولز اللي كانت بالمرتبة الرابعة وهي من اجدد العابهم اللي نزلت عام 2019 وفازت بجائزة افضل لعبة بالسنة فكرة اللعبة مثلها مثل العاب السولز او لعبة ديمون سولز اللي شرحتها من شوي واللي هي انت جندي في عالم كل وحوش ولازم تقاتلهم بس الشي اللي يخلي هاللعبة اصعب من غيرها هو انه الوحوش اقوى يعني ضرباتهم تأثر عليك اكثر واسرع بنفس الوقت والشي اللي يخلي اللعبة كمان صعبة هو انك انت مجبر تلعبها بنظام واحد يعني باقي العاب دارك سول عندك اكتر من خيار لما تقاتل وحش كيف تقاتله بس هنا ما عندك هالخيار هنا لازم تلعب باسلوب اضرب واهرب او اضرب وتجنب ضربة الوحش ولازم تكون عندك ردة فعل سريعة لانه عادي تكون عم تقاتل وحش وباقي شوي وتقتله بعدين غلط بسيط ما تقدر تتجنب ضربة من الوحش تموت وتعيد من الاول الان ، الان شباب هل فيديو لليوم يا رجل اليد يا رجل اليد أرجوك اشتركوا في القناة